اشتركوا في القناة وعدم السماح بتكرار تأخير هذه الرواتب قرار الثاني تشكيل لجنة عليا بالتقصى عن حقائق عن ما حدث في العراق منذ الأول من اكتوبر ولحد الآن وانصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحة وكذلك وجهنا الأجهزة الأمنية بإطلاق صراح كل المحتقلين الذين شاركوا في المظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى أن يتعاون في قضية اطلاق صراح من تم الحكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي وكذلك شكلنا لجنة خبراء لعادة تقييم كيفية مساعدة المفاوضين على الانتخابات من أجل وصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة وكذلك شكلنا لجنة فيما يخص المفاوضات استراتيجية من العراق والولايات المتحدة المريكية بما يحمي سيادة العراق ووحدته وكذلك اتخذنا قرار فيما يخص البطل الصديق الفريق عبدالوهاب الساعدي إعادته إلى الخدمة إلى جهاز مكافحة الرهاب ومن ثم ترقيته لرئاسة جهاز مكافحة الرهاب أيها الأخوة العزاء أتمنى عليكم توخي الحذر فيما تصلكم من معلومات وإشاعات فيما يخص قرارات تخص مجلس الوزراء كما وعدتكم من اليوم الأول هذه الحكومة ليست حكومة غرف مظلمة وسنقول للناس بكل شفافية في أي قرار نتخذ لصالح العام وما شيع من الإشاعات في اليوم الماضي عن قرارات وتعينات ليس لها أي جانب من الصحة أشكركم جزيل الشكر